اشتركوا في القناة وذلك للسلام على جلالاته بمناسبة زيارته للمملكة حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة وتمنياته الطيبة لمملكة البحرين وشعبها بدوام رفعة والتقدم فيما كلفه جلالة الملك المفدى بنقل تحياته وتمنياته لفخامته ولشعب روسيا الصديق بتحقيق المزيد من الرقي والتطور وخلال اللقاء رحب جلالته بسماحة المفت العام وبزيارته للمملكة وأكد على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين وما وصل إليه التعاون المشترك بينهما من مستوى رفيعة على كافة المستويات ولسيما في مجال التواصل الحضاري والتبادل الثقافي مشيدا جلالته بدور فخامة الرئيس الروسي وجهوده الطيبة في ترسيخ هذه العلاقات التاريخية المتميزة كما أعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره لجهود سماحة المفت العام لإعلاء قيم التعايش والحوار والوسطية ونشر المفاهيم الإسلامية الأصيلة بما يعكس الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو للمحبة والتسامح ونبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله منوها بالتعاون القائم بين المجلس لعلى للشؤون الإسلامية والمؤسسات الإسلامية في روسيا بما يعود بالخير والمنفع على الجانبين وأعرب صاحب الجلالة عن اعتزازه بما تنعم به المملكة من حرية كبيرة على صعيد ممارسة الشعائر الدينية مؤكدا أن البحرين تميزت على امتداد تاريخها بأنها نموذج عالمي يحتذا به في التآخي والتعايش والتسامح بين جميع الأديان والطوائف في ظل سعيها الدائم لترسيخ ثقافة التقارب بين الثقافات والحضارات من جانبه عرب سماحة المفتي العام عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على ما لقيه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته للمملكة مثمنا دور جلالته المحوري في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين والعناية بحفظه ونشر القرآن الكريم وعلومه وأشاد بمبادرات جلالته الهمة في نشر مبادئ التسامح والاعتدال ونبذ التعصب وإشاعة السلام والتعايش الإنساني مشيدا بأجواء التسامح والمحبة وروح الأسرة الواحدة التي تنعم بها مملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المفدى وقد قدم سماحة المفتي العام لجلالة الملك المفدى كتاب النظارة الدينية المركزية لمسلم روسيا إضافة إلى سيف تاريخي يعود إلى الحضارة القديمة للديار الروسية